حضرت السيدات والسادة أيها الظروف الكرام أحيل الكلمة في هذه المناسبة الهامة إلى السيد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية السيد رئيس المجلس التاسيسي، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة أعضاء المجلس، حضرت الظروف الكرام في مثل هذا اليوم من السنة الفارطة تمكن التونسيين والتونسيات لأول مرة من تحقيق المشروع الذي سقط من أجله شهداء 9 أفريل وبعدهم كل الشهداء الذين تعاقبوا على مر العقود لكي يكون الشعب التونسي سيد نفسه قولا وفعلا في ذلك اليوم العظيم كذبنا دعاة العنصرية المتشدقين بعدم قابليتنا نحن العرب والمسلمين للديمقراطية وكذبنا أبواق الدكتاتورية المنهارة التي كانت تتشدق بعدم نضجنا لها وفي ذلك اليوم العظيم شهدنا التونسيين والتونسيات ينتظرون الساعات الطويلة وبكل انضباط دورهم للإدلاء بصوتهم بكل حرية وبهذا دخلنا بحق عصرا جديدا من تاريخنا في هذه التجربة الأولى والامتحان الأول لم نرى فقط نجاح الشعب وهو يتوج ثورته السلمية بهذه الانتخابات التي أثارت إعجاب العالم وإنما رأينا أيضا نجاح الدولة عبر الأداء الرائع للجيش والأمن والإدارة وخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يبقى أننا لم نقطع من المسار الطويل إلا أولى خطواته ذلك لأن الأهداف التي قامت من أجلها الثورة مع تكلفتها من الشهداء والجرحى ما زالت بعيدة المنال وإنه إن كان من الظلم مطالبة حكومة في بضعة أشهر بحل مشاكل تراكمت طيلة نصف قرن فأنه من الواضح أيضا أن الوضع الحالي غير مرضي تماما لقد عملت الحكومة طيلة عشرة أشهر في أصعب الظروف وعقدها بالفعل وهي لا تتحمل بمفردها نقائص الوضع الحالي وتعقيداتها فكلنا دون استثناء نتحمل قصة من المسئولية وبينما ينظر العالم إلينا وإلى قدرتنا على المحافظة على وحدتنا وتجاوز أصعب الأزمات بإعجاب شديد شاهدنا ظهور مناخٍ فتنةٍ عادة يتحكم فيه التشكيك والخوف وانعدام الثقة بيننا وهي الآفات التي كان قد زرعها فينا النظام البائد لكن الأخطر من كل ذلك هو عودة شبح الاستقطاب الثنائي بكل ما يمكن أن يحمله من مخاطر قد تعصف بكل إنجازاتنا ومن ثم فأن السؤال الوحيد الذي يجب أن يطرحه كلٍ مننا على نفسه انطلاقاً من نفس الحب لتونس ونفس السعي لخدمتها هو التالي ما الذي يجب أن نوفر معاً من أجل تحقيق المصلحة الجماعية ما الذي يفرضه الوضع الراهن علينا جميعاً لقد كان مستحيلاً على هذا المجلس الموقر الممثل الشرعي والوحيد للإرادة الشعبية أن يكتب دستوراً يحظى بالتوافق في ظرف سنةٍ واحدة خاصةً وأنه كان في الوقت نفسه يراقب عمل الحكومة ويقوم بالتشريع لدولةٍ لا تتوقف دواليبها عن العمل إلا أنه لا أصعب ولا أخطر على شعبٍ وعلى دولة من المراحل الانتقالية فلا الاستقرار السياسي والأمني ولا الاستثمار ممكنًا في ظل الوضع الانتقالي خاصةً إذا كان الثاني من نوعه ثمت أيضاً العنصر الخارجي وأريد أن أنبهكم إلى هميته سيدات سادتي تلبُّد السحب جنوباً فوق الصحراء والوضع المتزايد تأزُّماً في الشرق الأدنى والأوسط وبحكم الإزمة الاقتصادية تزايد الإزمة أيضاً لشريكنا الأول الاقتصادي والاتحاد الأوروبي شمالاً كل هذه المخاطر الأمنية والاقتصادية تتطلب مننا لاستراع في تأسيس الوضع المستقر لمؤسسات الدولة حتى تستعدَّ تونس في أحسن الظروف لا فقط لمواجهة العواصف المرتقبة ولكن للخروج منها بأقل ضررٍ ممكن ومتابعة مسيرتها بأكبر ضمانات النجاح ومن ثم فإن الرد على السؤال الكبير أن مصلحة الوطن تتطلب منكم تكثيف المشاورات الجانبية بين كل القوى السياسية الممثلة في هذا المجلس حتى الغائبة منها تتطلب منكم أن تصلوا إلى أوسع وفاقٍ ممكن تتطلب منكم أن تسرعوا بإنشاء وتفعيل المؤسسات المستقلة الثلاث أي الانتخابات والقضاء والإعلام تتطلب منكم أن تبلوروا بالتراضي القانون الانتخابي المنظم لانتخابات الرئاسية وتشريعية قبل دخول الصيف تتطلب منكم خاصةً أن تقدموا أجمل هديةٍ لشعبنا بمناسبة الذكرى الثانية لثورته المجيدة دستوراً لدولةٍ مدنية ومجتمعٍ تعدُدي ونظامٍ سياسي يقي بلدنا عودة الاستبداد سواء كان استبداد الشخص أو استبداد أي حزب دستوراً للأجيال المقبلة وليس للانتخابات المقبلة إن التوافق الذي حصل داخل الترويكا وفي جزءٍ كبيرٍ بين مختلف الأحزاب على تباعدها دليلٌ على حيوية طبقةٍ السياسية ونضجها لقد تنفس الشعب الصعداء عندما رأى قدرتنا على الوصول إلى صيغةٍ وفاقية حول النظام السياسي والمؤسسات الثلاث المستقلة يبقى الآن استكمال بقية الشوط بأسرع ما يمكن بالتأليف بين مبادرة الترويكا ومبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية قوى المجتمع المدني يعرف الشعب أنكم لم تتدخروا جهداً في أصعب الظروف لإتمام المهمة الجسيمة الملقاة على عتقيكم لكن ضغط الظروف الموضوعية يجبرنا على المزيد من هذا الجهد ثمت بالطبع مسؤولية بقية الأطراف ماذا يجب أن نوفر معاً من أجل تحقيق المصلحة الجماعية؟ ماذا يتطلبه الظرف؟ دائماً نفس السؤال الهاجس إن مصلحة الوطن تقتضي في هذا الظرف الدقيق إعلان وقف إطلاق النار الإعلامية بين الأطراف السياسية فالتخوين والشيطن لأي طرف كان والتحريض والقدح في الأشخاص أكبر عوامل الاحتقان في بلدنا اليوم وبالرغم من أن السجال السياسي إذا بقي في حدود معقولة هو جزء من اللعبة الديمقراطية إلا أن تجاوز تلك الحدود قد يجعله مدخلاً لعنف الجسدي إن حادثة تطوين وغيرها من الأحداث التي أريق فيها الدم التونسي بأياد تونسية يجب أن يعلمنا عند أي حدود نتوقف جميعاً وهذا درس لا ينبغي أن نسقط فيه مجدداً وأن نحطاط لعدم تكراره مهما كانت الدواعي والتبريرات نعم يجب رفض تقسيم التونسيين لأخيار وأشيار وأشرار لمفسدين ولمصلحين لثوريين ولرجعيين لعلمانيين وإسلاميين لحداثيين وسلفيين أي في آخر المطاف لتونسيين من درجة أولى ودرجة ثانية كلنا كلنا أبناء هذا الشعب يجب أن يكون واضحاً للجميع أنه لا يمكن أن نبني شيئاً على الحقد والضغينة والشك المتواصل وأن الوحدة الوطنية هي مكسبنا الرئيسي الذي يجب نحافظ عليه بكل قوانا وأن نتخاصم إن تطلب الأمر لكن داخل منظمة الوحدة الوطنية وبعدم تهديدها أبداً نعم ما الذي يتطلبه الوضع ماذا يجب أن نوفر معاً من أجل تحقيق المصلحة الجماعية طبعاً تفعيل الحكومة لفرض القانون وحماية المجتمع من التطرف والعنف طبعاً دفع عجلة التنمية بأسرع نسق الممكن طبعاً حل مشاكل رجال الأعمال العالقين طبعاً حل مشكلة الجرحاء والشهداء طبعاً التسريع بالعدالة الانتقالية لا يجب أن يغيب عننا لحظة أن كل تأخير في مشاريع التنمية خاصة في المناطق التي انطلقت منها الثورة وقت ضائع وطاقة مهدرة وآلم إنسانية لا يعلم عمقها واجعها إلا من يكتوون بها اسمحوا لي هنا أن أضيف أن الشراكة في السياسة كالشراكة في الأعمال نزيهة أو لا تكون والقاعدة بالنسبة لي كانت وستبقى داخل في الربح داخل في الخسارة ومن ثم فدعمي متواصل للحكومة واعتبر نفسي شريكاً في كل ما حققته وما لم تحققه لكن الصديق من يصدقك القول والقول أن مصلحة تونس ومصلحة الدولة وحتى مصلحة التحالف الثلاثي تقتضي في هذه الفترة المقبلة صدمةً إيجابية وانطلاقةً جديدة نعم ماذا يفرضه الوضع علينا؟ ماذا يجب أن نوفر معاً من أجل تحقيق المصلحة الجماعية؟ في هذا الظرف الدقيق التي بدأ فيها اقتصادنا يخرج من منطقة الخطر ويدخل في النقاهة وذلك عبر عودة الاستثمار الخارجي والسياحة وليس فقط نتيجة الغيث النافع واجب القوى الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نحيي الدور الذي لعبه مؤخراً في دفع الحوار الوطني هو إعطاء الوقت للوقت لتعود الآلة الاقتصادية للدوران وآن ذاك ستكبر الكعكة ونجد ما نقتسم أما أن نطالب باقتسامها وهي هزيلة مانعين تطورها فهذه سياسة قد تعود علينا جميعاً بالوبال نعم ما الذي يقتضيه الوضع؟ ماذا يجب أن نوفر جميعاً من أجل تحقيق المصلحة الجماعية؟ الدولة مدينة للثورة ولكن الثورة دون دولة تتحول إلى فوضى إن كنت متفهماً لطموحات الشباب ومتعاطفاً معها كل التعاطف فأن تطبيق القانون يجب أن يبقى بيد المؤسسات الشرعية التي انبثقت عن انتخابات 23 أكتوبر لا دفاع عن تلك الطموحات إلا بالوسائل السلمية والشرعية إخواني أخواتي يوم نرقى جميعاً دون استثناء لمستوى المسئولية التي أنطها الشعب بعهدتنا فإننا سنهدي شعبنا دستوره ودستور الأجيال المقبلة في العيد الثاني للثورة سننظم انتخابات حرة ونزهة قبل الصيف لتشكل نصرنا الثاني بعد نصر 23 أكتوبر سنعد العدة لانتلاق الإصلاحات الضرورية الكفيلة بتحقيق هداف الثورة سنبني نظاماً سياسياً صلباً يقين من الفوضى ومن الاستبداد سنجعل من بلدنا عنصراً نشيطاً وفعالاً في بناء صرح الاتحاد المغاربي وبعده الاتحاد العربي سنجعل من تونس مخبراً ناجحاً للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتكافلي سنخرج مليوني تونسي وتونسية من اللعنة الفقر في ظرف خمس سنوات سنضمن للتونسيين الحفاظ على نمط العيش الذي أرتضوه كشعب منفتح على كل أشكال الحداثة ومتجذر في هويته العربية الإسلامية سنضمن تعايشاً ناجحاً بين جزئي المجتمع لا قطع معاي منهما إلا وكان كقطع المرء لذراعه الأيمن أو لذراعها الأيصر ولا ادعاء بأن هذا هو المطلوب لقدرة الفعل والعيش سيداتي والسادتي أمام هذا الكم الهائل من سنفعل وسنفعل لمن سيواجهون بالسخرية والتشكيك والتذكير بأن نيل المطالب لا يكون بالتمني أقول حقاً تؤخذ الدنيا غلاباً وقد أخذناها بثورتنا غلاباً بل وسنواصل العمل ببقية القصيدة العصمى لأمير الشعراء لن يستعصي علينا ملان وسيكون الإقدام لنا ركابة لو تحملنا هذه المسئولية التي ناءت بحملها الجبال وقبلها الإنسان ووضعنا نصب أعيننا أنه لا فضل لتونسي على تونسي إلا بما يتحل به من مسئولية فسنقول لأنفسنا يوم نخرج نهائياً من هذه الدنيا حصل لنا شرف معايشة من عطف في تاريخ الشعب والأمة والعالم وساهمنا في وضعه على المسار الصحيح اللهم لقد أوفوت برسالتي وتحملت مسئولية كاملة والباقي في ذمة أحسن خلف لأحسن السلف نعم سيحق لنا أن نرحل عن هذا العالم ونحن على ثقة أننا نحن الذين يفاخرون عن حق بأبائهم وأجدادهم سنكون الآباء والأجداد الذين سيفاخروا بهم الأبناء والأحفاد أيها الإخوة والأخوات ضروري أن نتذكر مسؤولياتنا في هذه الفترة الحرجة والدقيقة من تاريخنا الأهم أن نتذكر أمام من نحن مسؤولون نحن مسؤولون أمام هذا الشعب الذي وضع مصيره بين أيدينا والذي يتابع ما نفعل ونقول تارة بأمل وتارة بخيبة أمل تارة بعجاب وتارة باستهجان تارة بصبر وتارة بنفاذ صبر نحن مسؤولون أمام العالم أجمع الذي يتابع تجربتنا بكثير من الدعم والتفهم والذي لا يجب أن نخيب ظننا فيه نحن مسؤولون أمام أمتنا التي هي بأمس الحاجة لنجاح التجربة التونسية حتى تستعيد الأمل في قدرة الثورة على إنتاج نظام سياسي جديد لا يكون شكلاً من الفوضى أو شكلاً من الاستبداد نحن مسؤولون أمام التاريخ وقد وضعنا أمام أصعب تحدي أن نكون جديرين بالفرصة اليتيمة التي أتاحها لنا لندخله من أوسع باب أو أن ننتهي في سلة مهملاته التي تفيض بكل الفاشلين نحن مسؤولون أمام شرفنا الشخصي وأحلامنا عندما كنا نريد أن نجعل من العالم عموماً ومن هذه الأرض خصوصاً وطن للإنسان نحن مسؤولون أمامه هو عز وجل الذي أمرنا الأمر الذي لا يعصى لأن فيه نجاتنا جميعاً وقل اعملوا فصير الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون أخيراً أخواني وأخواتي ونحن على أبواب العيد اسمحوا لي أن أتمنى لكم ولكل التونسيين عيداً سعيداً يعيده الله عليكم وعلى التونسيين بالخير والبركة وعسى أن نبتسم في ذلك اليوم المبارك لروح أبو الطيب لنقول له أخيراً عاد العيد بأمر غير الذي مضى أخيراً جاءنا العيد بكل تجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة